اشتركوا في القناة وهو من اضخم الحيوانات التي تعيش على اليابسة ويزن الذكر حوالي 6800 كيلوغرام هناك شيء مشترك بين جميع الحيوانات الكبيرة الحجم لدعم وزنها يعني هذه الحيوانات اللي هي كبيرة الحجم كيف تستطيع ان تحمل وزنها وتحافظ على شكلها وش اللي يخليها تتحمل هذا الوزن طبعا هو العمود الفقري وهو الهيكل العظمي اللي هي تتكون منه طبعا إذن هذا الحيوان هو من الحيوانات اللي نسميها فقارية أي عنده عمود فقري لاحظ هذا اللي من اللون الأصفر هو هذا العمود الفقري وهذا العظام أو نسميه الهيكل العظمي إذن العمود الفقري يساعد الحيوانات وخاصة الكبيرة الحجم على حمل وزنها وأنها تسند وتدعم الجسم لاحظ السمكة من الحيوانات التي لها عمود فقري إذن فهي حيوان فقري نلاحظ العمود فقري هنا والجمل أيضا هذا العمود الفقري اللي باللون الأخضر نصنف بعض الحيوانات على أنها فقرية ولا فقرية نشوف مثلا نجم البحر والشهادة نجم البحر هو طبعا لا فقاري الفراشة لا فقاري الأخطبوت لا فقاري الفيل من الحيوانات الفقارية الفقر أيضا من الحيوانات الفقارية كنديل البحر لا فقاري الإسفنج الطبيعي لا فقاري الآن نفتح الصفحة 68 من كتاب العلوم ونشوف وش تعريف الحيوانات الفقاريات أولا العمود الفقري هو ما يميز الفقاريات من اللافقاريات ويمثل العمود الفقري جزءا من الهيكل الداخلي الذي يدعم الجسم ويسمح بحرية الحركة للحيوانات الثقيلة يعني مثل الفيل مثل الحيوانات اللي هي كبيرة الحجم هذا العمود الفقري يسمح لها بالحركة ويدعم الجسم وطبعا يساعده في حمل الوزن الكبير نتعرف الحين على مفهوم بعض الحيوانات أو بعض المخلوقات الحياة نسميها ثابتة درجة الحرارة وهناك حيوانات أسميها متغيرة درجة الحرارة وش الفرق بينهم؟ أشوف الصورة هذه هذه مجموعة حيوانات مع الإنسان نسميها ثابتة درجة الحرارة أي أن درجة الحرارة عندها تكون ثابتة لا تتغير ومنها الإنسان والأبقار والأحصناء والماعز والكلاب والقطات والطيور والعصفور والزرافة والأسد كل هذه حيوانات والإنسان كلها نسميها ثابتة درجة الحرارة وش يعني ثابتة درجة الحرارة؟ يعني أنها ما تتأثر بالبيئة التي هي محيطة فيها إذا كان الطقس بارداً تبقى درجة الحرارة ثابتة وإذا كان الطقس حاراً جداً مثلاً يبقى الحرارة كما هي فالإنسان مثلاً درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية تكون حوالي 37 درجة مئوية لا تتغير لا تزيد وتتأثر بالبيئة كان حر أو إن كان برد شديد كيف تحافظ هذه الإنسان والثديات والطيور وهذه الحيوانات التي هي ثابتة درجة الحرارة على حرارة جسمها لو كان مثلاً يعيش في منطقة قطبية أو في مكان مثلاً حار جداً توصل الحرارة إلى 45 و50 درجة كيف تحافظ على حرارتها ثابتة؟ أولاً الغذاء والطعام يعطي الطاقة والحرارة للجسم فهو يرفع درجة حرارة الجسم لما يكون في برد شديد لما يكون في عندي حر شديد فجسم الإنسان يعدل هذه الحرارة وينظمها مثلاً يطلع عرق من الجسم هذا الموية يبرد جسم الإنسان نشوف هذه الحيوانات اللي هي البطريق والبطريق هي من الطيور درجة حرارة البيئة اللي تعيش فيها البطريق أي المنطقة القطبية تكون باردة جداً أي منخفضة جداً نعم تكون منخفضة جداً طيب يسأل درجة حرارة جسم هذا الطير مماثلة للبيئة حوله يعني لو البيئة مثلاً درجة حرارتها ناقص عشر درجات أو صفر درجة مئوية هل البطريق تكون درجة حرارتها مثل البيئة؟ لا لماذا؟ لأن الخلايا التي تكون الجسم هذا المخلوق حتى تكون حية لا يمكن أن تكون بهذه درجة المنخفضة فلا تستطيع أن تعمل في درجة منخفضة أو باردة جداً لذلك لا تتغير درجة حرارة جسم البطريق والطيور كلها فهي تستخدم طاقة الغذاء لتحافظ عليها على حرارتها ثابتة يعني تتغذى ويجتمعون عشان يحافظوا على حرارتهم ثابتة في هذا المنطقة الباردة لذلك نسمي هذه المخلوقات الحية ثابتة درجة الحرارة لحين نتعرف على مخلوقات أو حيوانات متغير درجة الحرارة يعني تتغير تتأثر بالبيئة المحيطة فيها مثلاً الأسماك والضفضع الذي هو من البرمائيات كل البرمائيات والزواحف كلها تتغير درجة حرارتها مثل البيئة التي تحيط فيها أيضاً تهاجر بعض الأسماك من مكان لآخر وفق دفء المياه يتدور على مكان يكون أدفأ إذا كانت هي تعيش في مياه باردة لأن الأسماك متغيرت درجة الحرارة وتتأثر وأيضاً البرمائيات متغيرت درجة الحرارة كيف يعني لو كانت طقس بارداً فهذه درجة الحرارة تنزل أما لو كانت طقس حاراً فدرجة الحرارة ترتفع مثلاً تقوم بتدفئة جسمها بالحركة المتواصلة عندما يصبح الجو بارداً فهي تتحرك بشكل متواصل لتدفئ جسمها والضفضع لأنه يتأثر بدرجة الحرارة يقوم بتدفئة جسمه بالنوم الطويل في فصل الشتاء ما هي الحيوانات التي هي ثابت الدرجة الحرارة؟ مجموعة الطيور ومجموعة الثديات يعني الإنسان والحيوانات التي ترضع صغارها الحليب ما هي الحيوانات التي هي متغير الدرجة الحرارة؟ الأسماك والبرمائيات والزواحف قسم العلماء الفقريات إلى مجموعات حسب الصفات والتشابه والاختلاف وسميناها طوائف وهذه المجموعات هي سبع مجموعات أولاً الأسماك عندي ثلاثة أنواع أسماك الغدروفية وعندي الأسماك العظمية والأسماك اللي هي لا فكية أو عديمة الفك وعندي مجموعة أو طائفة الزواحف وعندي مجموعة اللي هي البرمائيات ومنها الضفضع وعندي طائفة أو مجموعة الثديات ومجموعة أو طائفة الطيور طيور والثديات من الحيوانات الثابتة درجة الحرارة أما الأسماك والبرمائيات والزواحف هي متغيرة درجة الحرارة شكرا